هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء أمس الأربعة نحو مليون وثمانين ألف شخص فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم نحو مليون وأحد عشر ألف شخص كما حصل على الجرعة المنشطة أكثر من 75 ألف شخص